الثامنة صباهم بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينيتش ونقزوا الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي افتتاح فعاليات المعارض الدولي الثالث للصناعات الدفاعية والعسكرية إدكس 2023 وذلك في مركز مصر الدولي للمعارض والمؤتمرات الدولية وخلال افتتاح المعارض شهد الرئيس السيسي تتشين الفرقاطة المصرية الجبار كما تسلم الرئيس السيسي من قائد القوات البحرية الفريق أشرف إبراهيم عطوى درع الفرقاطة المصرية الجديدة الجبار تراز ميكو اي 200 التي تم تصنيعها في ترسانة الإسكندرية بأيد مصرية بالنسبة 100% توجه وزير الخارجي يسمح شكري إلى العاصمة الأمريكية واشنطن وذلك في زيارة يلتقي خلالها مع عدد من أعضاء مجلس النواب والشيوخ بما في ذلك رؤساء وأعضاء اللجان المعنية بالسياسة الخارجية الأمريكية في الكونجرس الأمريكي وذلك بهدف دفع وتعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وأوضحت وزارة الخارجية أن زيارة شكري ستشمل عقد لقاءات مع عدد من مراكز الفكر والأبحاث الأمريكية بالإضافة إلى المشاركة في لقاءات إعلامية مشيرة إلى أن الزيارة سيعقبها انضمام وزير الخارجية للوفد الوزاري العربي الإسلامي المقرر أن يزور واشنطن يوم الخميس القادم حيث سيعقد الوفد لقاءات مع وزير الخارجية الأمريكي وعدد من أعضاء الكونجرس ووسائل الإعلام الأمريكية سعياً لوقف الحرب بالدائرة في قطاع غزة أفادت وزارة الخارجية أن مكتب التمثيل المصري لدى السلطة الفلسطينية في رمالة والقطاع القنسلي بوزارة الخارجية يتلقيان الأسماء والوثائق الخاصة بالمواطنين الراغبين في العودة إلى أرض الوطن وذلك رداً على استفسار من عدد من المحررين الدبلوماسيين حول الإجراءات المتبعة لعودة المصريين من قطاع غزة إلى مصر وأضافت الخارجية في بيان أنه يتم إعداد كشوف تفصيلية بأسماء ووثائق المواطنين لموافاة السلطات المصرية المعنية بها تمهيداً لتسليمها للقائمين على معبر رفح الحدودي من الجانبين المصري والفلسطيني لتسهيل عملية عبورهم من قطاع غزة إلى الأراضي المصرية ونفى المتحدث باسم الخارجية كل ما يتردد إعلامياً خلف ذلك داعياً إلى التوخي الحذر والدقة الشديدة عند تداول أي معلومات غير صحيحة منسوبة لأي جهة أو أفراد لا يتمتعون بصفة رسمية أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مدينة جنين بالضفة الغربية وأطراف مخيمها وأوضحت الوكالة أن أكثر من خمسين مركبة عسكرية إسرائيلية ترافقها أربع جرافات اقتحمت المدينة من شارع جنين الناصرة وسط إطلاق النار ما أدى إلى اندلاع مواجهات مشيراً إلى أن الاقتحام تزامن مع تحليق طائرة استطلاع في أجواء المدينة فيما انتشر قناصة الاحتلال على أسطح عدد من المنازل والبنايات قال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفن إن الولايات المتحدة تتوقع من إسرائيل أن تتجنب مهاجمة المناطق التي حددتها السلطات الإسرائيلية على أنها مناطق محظور قصفها في غزة وأضاف سوليفن أن واشنطن تجري محادثات يومية مع إسرائيل حماية المدنيين في غزة مشيراً إلى أن عدداً كبيراً من المدنيين الأبرياء لقوا حتفهم في الصراع في غزة أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها اضطرت لنقل إمدادات من مستودع طبي تابع لها في جنوب قطاع غزة خلال 24 ساعة بعد تحذير من الجيش الإسرائيلي من أن العمليات البرية ستمنع الوصول إليه ودع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تدرس أدهانوم إسرائيل إلى سحب الأمر واتخاذ كل التدابير الممكنة لحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية بما في ذلك المستشفيات والمرافق الإنسانية ومن جانبه نفى الجيش الإسرائيلي مطالبته منظمة الصحة العالمية بإخلاء مستودعات وقال إنه أوضح ذلك لممثل الأمم المتحدة نعم مجلس الحكماء المجموعة التي أسسها نيلسون مندلا الحكومات التي تقدم دعما عسكريا لإسرائيل في حربها بقطاع غزة إلى إعادة النظر في مقاربتها وأوضح مجلس الحكماء أن الأفعال الإسرائيلية بلغت مستوى لا يطاق من اللا إنسانية تجاه الفلسطينيين مضيفا أن الحل ليس بمزيد من القتل وأن المفاوضات هي السبيل لوضع حد لهذا النزاع شاركت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي برئاسة المستشار محمود فوزي في المؤتمر الجماهيري لحزب حماة الوطن بمحافظة الفيوم واجه المستشار محمود فوزي الشكر لحزب حماة الوطن على هذا المؤتمر الحاشد لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي معبرا عن سعادته بالجمع الحاشد لأهل الفيوم مشيرا إلى أن القيادة السياسية اهتمت بتطوير البنية التحتية وخصوصا في المحافظات والقرى وكان لمحافظة الفيوم نصيبا في مثل هذه المشروعات في بحيرة قارون وتوفير خدمات الصرف الصحي لـ 88 قرية على بحيرة قارون بالإضافة إلى مشروع حياة كريمة الذي استهدف 30% من سكان المحافظة بالإضافة إلى مشروعات تبطين التراع رياضيا أعلنت اللجنة الأولمبية المصرية أنها تلقت خطابا رسميا من اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية الأفريقية أنوكا بمنح مصر حق استضافة دورة الألعاب الأفريقية 2027 وأكدت أنوكا منح مصر حق استضافة دورة الألعاب الأفريقية لعام 2027 التي دعمتها اللجنة الأولمبية الدولية باعتبارها البطولة الأفريقية المعتمدة المؤهلة لأولمبيات لوس أنجلس 2028 معربة عن تطلعها إلى صياغة الاتفاقية التعاقدية لدورة الألعاب وجميع النواحي الإجرائية انتهى مجزو الثامنة وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل